موسيقى الجيش الوطني يسقط طائرة درونز حوثية غرب تعز ويخوض معارك عنيفة لليوم السادس على التوالي على امتداد جبهات مأرب موسيقى إصابة طفل بقصف حوثي على منطقة ثيرا في أبيان ورابطة حقوقية تستنكر تغيب ملف المختطفين والمخفين في مباحثات السلام موسيقى وإقرار إجراءات جديدة على فحوصات كورونا للقادمين إلى اليمن موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ياما الشباب معكم أنامر والسوادي وهشام جابر أهلا بكم أسقطت قوات الجيش الوطني في محور تعز طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة الغربية للمدينة نعم وقال مصدر الميداني للمركز الإعلامي إن قوات الجيش الوطني أسقطت المسيرة الحوثية في جبهة المطار القديم غرب المدينة ويسود هدوء حذر جبهة القتال في تعز عقب عمليات عسكرية أطلقها الجيش الوطني مطلع مرسى الماضي وتمكن خلالها من فرض سيطرته على مناطق واسعة غرب وجنوب المحافظة نبقى في تعز حيث شهدت المدينة تظاهرة غاضبة صباح اليوم للمطالبة بسرعة محاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات الأساسية الغائبة عن المحافظة منذ مطلع الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وندد المتظاهرون بتجاهل السلطات لمطالبات المحتجين وردود فعلها التي وصفوها بالتخديرية والمتمثلة في تدوير الفاسدين في المكاتب التنفيذية لامتصاص غضب المحتجين المتظاهرون رفعوا شعارات طالبوا فيها الحكومة بالاهتمام بالملف الإنساني الخاص بمعاناة أبناء مدينة تعز المحاصرة والعمل بجدية من أجل توفير متطلبات المدينة للتخفيف من معاناة السكان وتشهد مدينة تعز حراكا شعبيا متواصلا منذ قرابة شهر ونصف واعتصاما مفتوحا أمام المقر المؤقت للسلطة المحلية حتى تحقيق مطالب المحتجين تتواصل الاحتجاجات المنددة بالفساد في تعز للشهر الثاني على التوالي في المقابل لم تستجب السلطات لجميع مطالب المحتجين كما تواصل الحكومة تجاهل الجميع حتى الآن دون أن تبدي أي موقف لتلبية مطالب الشارع أو تضع حدا للفساد تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل السلطة المحلية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين فيها اليوم المحتجون رفعوا شعارات وعبارات تدين صمت الحكومة الشرعية تجاه مطالبهم وأيضا صمت الرئاسة تجاه هذه المطالب التي يقولون بأنها مطالب مشروعة لكنها لاقت خذلانا من الشرعية ثوار يشيرون إلى أن هذا الصمت وهذا الخذلان يأتي كونه وسيلة الدفاع الأولى عن فساد الحكومة هم شيرون إلى أن الحكومة هي أيضا فاسدة وأن هذا الصمت تجاه هذه المظاهرات والاحتجاجات هو لدفاع عن الحكومة ومسؤوليها ومناصبهم عدرز الدخاني يمن شباب تعز وفي تعز أيضا تواصلت الاحتجاجات لجرح الجيش الوطني في تعز تنديدا بتجاهل السلطات لمطالبهم وتخلفها عن الوفاء بوعودها وخرج عشرات الجرح في تظاهرة جديدة اليوم أمام مقر السلطة المحلية أحرقوا خلالها الإطارات وقطعوا شارع جمال احتجاجا على تجاهل السلطات مطالبهم وأبرزها إطلاق مبلغ مليار ريال محتجز لدى وزارة المالية والبنك المركزي منذ أكثر من عامين وقال أمين عام رابطة الجرح الجريح فهد هزبر أن أحرق الإطارات يأتي في إطار التصعيد وردا على خذلان السلطة المحلية والحكومة وتخليها عنهم ومؤخرا كشفت رابطة جرح تعز عن توقف العلاج بشكل تام عن جرح الداخل بينهم قرابة نحو ألفين وتسعمائة جريح بحاجة إلى تدخل طبي عاجل إضافة إلى حرمان ثلاثمائة وعشرين جريحا من السفر لتلقي العلاج في الخارج وعودة إلى تطورات العسكرية حيث تجددت المواجهة العنفة بين قوات الجيش الوطني والميليشي الحوثي الإرهابية اليوم الخميس في جبهة متفرقة بمحافظة مأرب نعم وقال مراسل يوم الشباب إن المعارك اندلعت في جبهات المشجح والبلق والمخدرة وماس وأواديح الحلان وسط خسائر كبيرة تلقتها ميليشي الحوثي إثر مهاجمتها مواقع قوات الجيش والمقاومة وفي وقت سابق من يوم الأربع لقي ما لا يقل عن سبعة عشر من عناصر الميليشي مصرعهم وأصيب آخرون في كمين محكم للجيش بإحدى الشعاب في جبهة صرواح غربي مأرب وتزامنا مع المعارك شن طيران التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثي في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب فيما أسقط الجيش الوطني طائرة مسيارة مفخخة تابعة للميليشيا في جبهة الكسارة هذا ونشر المركز الإعلامي للجيش الوطني مشاهد مصورة التقطتها كاميرا تابعة للميليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى جبهة مأرب وتظهر المشاهد من كاميرا الميليشيا التي وقعت بيد الجيش الوطني لحظة توثيق مصرع جميع العناصر الحوثية غرب مأرب نفى الجيش الأمريكي مزاعم حوثية حول إسقاط طائرتين دون طيار أمريكيتين هذا الأسبوع فوق محافظة مأرب التي تشهد معارك عنيفة بين الميليشيا الحوثية والجيش الوطني وقالت الليفتاننت كولونيل كارين روكسبيري المتحدثة باسم القيادة المركزية العسكرية الأمريكية إن الجيش الأمريكي لا يشغل أي طائرة فوق مأرب وليس له علم بفقدان أي طائرات بدون طيار في الشرق الأوسط ويوم الأربعاء نشرت وسائل أعلام حوثية مقطع فيديو زعمت أنه يظهر الطائرتين المسيرتين بعد إسقاطهما على أنهما طائرات من دون طيار من نوع سكان إيجل وقالت الشركة الأمريكية أن حطام الطائرة المسيرة المعروضة لا ينتمي إلى طائرات من نوع سكان إيجل لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات في حين لم يصدر عن التحالف العربي أي تعليق حتى الآن على المزاعم الحوثية دشنا في مدينة مأرب عرض الفيلم الإنساني القصير الحلم المفقود الذي يجسد معاناة الأطفال والنزحين في مخيمات وتجمعات النزحين بالمحافظة فيلم الحلم المفقود الذي أنتجه مركز سبأ الإعلامي ومركز رؤية للإنتاج الإعلامي يصلط الضوء على معاناة الأطفال النازحين في مخيمات وتجمعات النازحين بمأرب والتي تتعرض للقصف من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية بالصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية والطائرات المسيرة المفاخخة بشكل مستمر ويسرد الفيلم في سبع دقائق قصة طفل شردته الميليشيا الانقلابية من محافظة حجة واستقر مع أسرته بخيمة نصبت لهم في مخيم الجفينة أحد أكبر مخيمات النزحين في مدينة مأرب الذي يؤوي أكثر من 200 ألف نازح بحسب إحصائية رسمية هذا وانطلقت عند الساعة السابعة من مساء اليوم حملة إلكترونية واسعة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم الحلم المفقود بهدف تصنيط الضوء على الجرائم والانتهاكات الحوثية المستمرة بحق الطفولة في اليمن استنكرت رابطة أمهات المختطفين تغييب ملف المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن وحذرت من أن هذا التغييب يؤدي إلى إطالة أمد قضية أبنائهن وزيادة معاناتهم ومعانات ذويهم جاء ذلك في بيان أعقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الخميس أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنع وحملت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية الأطراف اليمنية واجهة الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين مطالبات بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم النساء الرابطة أكدت قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به إذا أرادت ذلك مذكرةً بإطلاق سراح المئات من المختطفين يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر للعام الفين وعشرين ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية 150 شخصاً على الأقل من أعضاء جماعة التبليغ ضمن حملة شنتها قبل أسبوعين في ثماني مدن في البلاد وقالت مصادر مطلعة أن الميليشيا الحوثية شنت على مدى الأسبوعين الفائتين حملة اختطافات واسعة طالة العشرات من المنتمين لجماعة التبليغ بناء على توجيهات صادرة من قيادات حوثية وبحسب المصادر فإن الميليشيا نفذت حملتها في كل من العاصمة صنعاء وريفها ومدن ذمار وإب وتعز وعمران والمحويت والحديدة وزجت بعناصر الجماعة المختطفين في سجون سرية وفقاً للشرق الأوسط وقالت المصادر أن الميليشيا أقدمت على تلك الخطوة بعد رفض غالبية المنتمين للجماعة الدعوية الرضوخة لضغوط ومطالب حوثية غير معلومة كشفت مصادر مقربة من التيار السلفي في اليمن عند وافع الحملة التي شنتها ميليشيا الحوثي مؤخراً وتضمنت الإغلاق وسيطرتها على مراكز تدريس وتحفيظ القرآن ومساجد تديرها الجماعة السلفية وأوضحت المصادر أن الجماعة السلفية رفضت مطالباً للميليشيا الحوثية بتسخير المراكز الصيفية وحلاقات التحفيظ لصالح تجنيد الأطفال مبيناً أن الميليشيا أغلقت عدة مراكز علمية بينها مركز معاذ بن جبل في منطقة جدر شمال صنعاء كما جرى توقيف حلقات التحفيظ في عدد من المساجد وانتزاع مدارس التحفيظ الملحقة بالمساجد لتصبح في أيدي الحوثيين وبحسب المصادر فقد شملت الحملة منع عدد من الخطباء المحسوبين على التيار السلفي وتعين خطباء آخرين من قبل الميليشيا وفرض السيطرة على عدد من الجوامع والمساجد كجامع الفرقان والسنة في سعوان والصديق والتوحيد في سعوان بصنعاء والبشائر والفتح والخير في كل من إب وذمار وصنعاء قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية بدأت بتدريب كتيبة نسائية أمنية للإشراف على ملابس النساء خلال الأفراح في صالات المناسبات المصادر أوضحت أن الميليشيا أسست وحدة أمنية نسوية بمسمى كتيبة البتول النسائية وتم إسناد مهمة تدريبها إلى أم عقيل الشامي وأم محمد جحاف والتي بدأت بتدريب مئة امرأة أغلبهن من محافظتي صنعاء وحجة وأوضحت المصادر أن أفراد الكتيبة يجري تدريبهن بأحد المعسكرات التابعة للشرطة النسائية غرب الإدارة العامة للمرور بصنعاء والقريبة من الإدارة العامة للجوازات والتموين العسكري في شارع تعز ويتم أيضا تدريب الكتيبة النسائية الحوثية على إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في دورة يتوقع أن تستمر ستة أشهر إضافة إلى التدريب على طريقة قمع النساء في صلاة الأفراح أصيب طفل في قصف شنته الميليشيا الحوثية طال قرى ثرة تابعة لمديرية لودر في محافظة أبيان وقالت مصادر محلية ليمن شباب إن الميليشيا المتمركزة في قمم جبال ثرة وبركان شنت قصفا عشوائيا بقذائف الهون على قرية ثرة ما أسفر عن إصابة طفل وأضرار في عدد من المنازل وممتلكات الأهالي وأعقب ذلك تبادل للقصف المدفعي بين المقاومة من جهة والميليشيا الحوثية من جهة أخرى لم تعرف نتائجه حتى الآن حذر رئيس اللقاء التشاوري لقبائل محافظة أبيان الشيخ وليد الفضلي من أن استمرار سيطرة ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على عدن يهدد حياة سكان المدينة جاهد في بيان للفضلي الذي يشغل منصب وكيل أول محافظة أبيان معلقا على الاشتباكات التي اندلعت بين فصيلين تابعين لميليشيا الانتقالي لمدينة الشيخ عثمان الشيخ الفضلي قال أن تناحر فصائل الانتقالي يكرس وجه هذه الميليشيا العاجزة عن ضبط التناحر الداخلي فضلا عن عزها عن تقديم أي خدمات للسكان في نطاق سيطرتها وأكد رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبيان على أن الرهان على تنفيذ ميليشيا الانتقالي للتفاق الرياض لا يختلف كثيرا عن الرهان على تنفيذ ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكولم أصيب مسؤول في فصيل عسكري تابع لميليشيا الانتقالي المدعومة بجروح خطرة إثر محاولة اغتيال فاشلة نفذها مسلحون مجهولون قرب منزله في منطقة صلاح الدين بمدرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة وقالت مصادر محلية اليمن الشباب أن مسلحين مجهولين ترصدوا لعبد الحكيم الكوبي لحظة خروجه من منزله وأصابوه بجروح خطرة نقل على إثرها إلى أحد المشافي القريبة في حين لهذا المسلحون بالفرار وطبقاً للمصادر فإن الكوبي يشغل منصب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في ألوية الدعم والإسناد أبرز الأذرع العسكرية لميليشيا الانتقالي وجاءت الحادثة بعد أقل من يوم على مواجهات عنيفة اندلعت بين فصائل من الميليشيا بمدرية الشيخ عثمان وسط عدن وسقط على إثرها خمسة قتلى وأكثر من خمسة عشر جريحاً بينهم مدنيون شهدت شوارع مديرية الشيخ عثمان أكبر مديرية عدن كثافة سكانية شهدت حرب شوارع ومواجهة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل عسكرية تابعة لميليشيا الانتقالي بأسفر عن سقوط قتلى وجرحاً حرب شوارع في عدن بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلفت قتلى وجرحاً في مدينة الشيخ عثمان فيما لا تزال الأوضاع متوترة رغم محاولات احتوائها لا تعرف الأسباب الحقيقية للنزاع الذي انتلع بين قوات دعم الإسناد والقطاع الثامن بالحزام الأمنية لكن هذه المعركة لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة أيضاً أمور طيبة والعدو منار والشيخ عصية الشيخ عصية اسألوا بريطانيا سمتها فيتنام الصغرة وسألوا الحوثي بقى داخل أسوارها أربع أشهر حرام ما يدخلها لا نبيل ولا غير نبيل ولحنا رجال الشيخ والله العظيم تهدئة للحرب إذن وهويات مناطقية صغيرة تولد بعضها من بعض حتى ضاقت أكثر ووصلت إلى هوية على مستواحي الشيخ عثمان وتحت هذه الهوية المتوالدة يراد لعدن أن تغرق في سلسلة من الحروب التي لا تنتهي كما يقول السكان بحسب إحصائيات الضحايا في عدن سقط قتيلان من أنصار المشرقية ولم يعرف بعد عدد القتلى من أنصار نبيل المشوشي لكن مصادر محلية في عدن تحدثت عن قتيل واحد على الأقل في أحد مساجد الشيخ من أنصاره إضافة إلى مقتل طفل خلال المواجهات وجرح خمسة عشر آخرين معظمهم من المدنيين اللجنة الأمنية في عدن قالت إنها ستحقق على الفور وستضبط المتورطين لكن ذلك البيانة كان للاستهلاك الإعلامي فقط وليس على الأرض التعاني شرطة عدن من انقسام دمرها على مدى سنوات وضعف شديد أصاب بنيتها وفكك منظومتها وجعلها أعجز من أن تقدم قياديا لديهما يقرب من مئة فرد للتحقيق الآن ننتقل إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل عمار الروحاني إليك عمار شكرا مروى شكرا هشام أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الأخبار الاقتصادية والبداية بالعملات حيث اختتمت العملات الأجنبية تعاملات الأسبوع على ثبات مرتفع أمام الريال الوطني خلال تعاملات اليوم الخميس أقب أنباء حول ضخ كميات نقدية مطبوعة في الخارج من الشكل القديم في أتاء الفرياء وأفاد مصرفيون اليمن شباب عن تسجيل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 936 ريال للشراء و 941 ريال للبيع أمام الريال الوطني كما سجل سعر الريال السعودي مقابل العملة اليمنية 246 ريال للشراء و 247 ريال للبيع تواصل ميليشيا الحوثي استغلال ونهب المؤسسات الخيرية العاملة في صنعا ومناطق سيطرتها حيث تقوم بإجبار المؤسسات التي لم تسيطر عليها بشكل كامل بدفع مبالغ مالية كبيرة غير قانونية ومؤخراً أجبرة الميليشيا عدداً من المؤسسات العاملة والتي بقيت تعمل في صنعا على دفع مبالغ مالية وإتاوات من أجل استمرار عملها رفعت ميليشيا الحوثي سعر استوانات الغاز المنزلي في محطات البيع الرسمية في أمانة العاصمة إلى نحو 8 ألف ريال في حين تباع في السوق السوداء بأكثر من 12 ألف ريال وقد سكان المحليون أن ميليشيا الحوثي أقرت جرعة سعرية في مادة الغاز المنزلي في البيع بالمحطة الرسمية رغم عدم قدرة المواطنين على الحصول على غاز الطهي من معرض البيع الرسمية مشيرين إلى أن غالبية المواطنين يضطرون للحصول على غاز الطهي من السوق السوداء وبسعر 12 ألف ريال للاستوانة الواحدة أفادت مصادر صحفية عن قيام البنك المركزي في عدم باتخاذ سياسات جديدة للحد من هيمنة ونفوذ شركات السرافة على السوق المصرفية وإفلاتها من الرقابة من خلال سياسات ناعمة سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة وتشير المصادر إلى أنه من ضمن الإجراءات الجديدة التي سيتخذها البنك المركزي بعدا إدراج شركات الصرافة التي تتاجر بالمشتقات النفطية في القائمة السوداء وأخيراً نفى البنك بنك اليمن الدولي ما تدورته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأمريكية وأوضح بنك اليمن الدولي في بيان صادر عنه أنه يعمل وفقاً لأنظمة ولوائح قانونية ويفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهة المختصة كما أنه يطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي وهو ما جعله يحوز على ثقة أغلب المنظمات الدولية والمحلية ونهاية الأخبار الاقتصادية مشاهدين عودة إلى الزميلين هشام ومروأ شكراً عمار رفعت نقابة موظفي وأطباء هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي في العاصمة المؤقتة عدن إضرابها عن العمل بعد أسبوعين من تنفيذه على خلفية مطالب مالية وجاء رفع الإضراب عقب اجتماع للنقابة مع إدارة هيئة المستشفى ومحافظ عدن أحمد لملس على يتم النظر في مطالب النقابة واستمرار عمل المستشفى لما فيه صالح العام وخدمة المواطنين مع عدم الأضرار بمصالح الموظفين وكانت النقابة قد طالبت بصرف مكافآت مالية تبرع بها أحد التجار لصالح موظفي المستشفى إلا أن إدارة المستشفى قامت بتحويل المكرمة لصالح أقسام معينة دون الأخرى ووضعها في غير محلها بحسب ما ذكرته النقابة أخمدت قوات أمنية أحداث شغب في السجن المكلة عقب محاولة فرار للسجناء بحسب مسؤول أمني وقال الرائد علي عليان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضر موت في بيان إن الأمن العامة وقوات النقبة الحضرمية سيطرت على حادثة الشغب التي حدثت مساء أمس الأربعاء في سجن مديرية المكلة إثر محاولة هروب للسجناء وأشار إلى أن أحداث الشغب ومحاولة الفرار التي قام بها السجناء جاءت بعد تأزم وضعهم وتذمرهم من استمرار إضراب النيابة العامة والمحاكم عن العمل ما يقارب خمسة أشهر ونفى المسؤول الأمني شائعات عن هروب للسجناء وكد أن الوضع تحت السيطرة الأمنية قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن معتقلين يمنيين في الإمارات يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد ومعاناة مستمرة وسط إهمال متعمد المنظمة ذكرت في تقرير لها اليوم الخميس أن معاناة أسر المعتقلين اليمنيين في السجون الإماراتية في غاية التعقيد وسط مخاوف على حياة ذويهم المرحلين من معتقل جوانتنامو إلى السجون الإماراتية وكشفت المنظمة أن اتصالات عائلات المعتقلين انقطعت منذ شهرين ولم يعودوا قادرين على التواصل مع ذويهم أو لاتمئنان على صحتهم مبينة أن سجناء جوانتنامو من اليمنيين والذين تم ترحيلهم إلى دولة الإمارات والبالغ عددهم ثمانية عشر شخصاً كانوا استثناء مؤلماً مقارنة بآخرين عادوا إلى بلدانهم أو استضافتهم دول أخرى وفرت لهم بيئة إنسانية لدمجهم في مجتمعات تراعي حقوقهم وتوفر لهم الدعم المطلوب ووضحت المنظمة أن حكومة الإمارات وبحسب أسر المعتقلين تراجعت عن تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة متجاهلة الأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية وقامت بسجن جميع الأفراد المفرج عنهم بالمعتقل جوانتنامو وتقييد حرياتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحصول على حياة طبيعية وآمنة أعلنت اللجنة العلية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا اليوم الخميس عن تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وبحسب تقرير للجنة فإن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في عدن بواقع ثلاث حالات وحالتين في الضالع وحالة واحدة في كل من حضر موت وتعز وشمل التقرير تسجيل خمس حالات تعافي من الفيروس أربع منها في تعز وواحدة في لحج في حين تم رصد وفاة واحدة في محافظة الضالع هذا وأقرت الحكومة تطبيق إجراءات جديدة على فحوصات كورونا للقادمين لليمن وتشمل الإجراءات واحتواء شهادة الفحص على البركود المانع للتزوير نعم وبموجب التدابير الجديدة فلن يتم قبول أي فحص كورونا للقادمين إلى اليمن إذا لم يكن يحتوي على الباركور المانع للتزوير بحسب تعميم وزعته وزارة النقل على كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية بموجب طلب وزارة الصحة اليمنية وأكدت وزارة الصحة في بيان النجاح اليمن في احتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا وتشين حملة اللقاحات لكورونا بتخطيط فقد تتوقعات بكثير والاستعدادات للجولة الثانية من حملة اللقاحات نهاية النشرة نذكركم بعناوينها الجيش الوطني يسقط طائرة درونز حثية غرب تعز ويخوض معارك عنيفة لليوم السادس على التوالي على امتداد جبهات مأرب إصابة طفل بقصف حثي على منطقة الثرة في أبيان ورابطة حقوقية تستنكر تغييب ملف المختطفين والمغفين في مباحثات السلام وإقرار إجراءات جديدة على فحصات كورونا للقادمين إلى اليمن ختام النشرة إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة